براحة بيك كابتن سيف وبراحة بتضيوفك الكرام معي الآن الكابتن حلم طولان المدير الفني الفريق نادي سموحة تعادوا الإيجابي أمام فريق نادي الزمالك بهدف لكل فريق ولكن تفوق فريق سموحة النهاردة استحواز السيطرة الأهداف يعني نقول سموحة خسر نقطين النهاردة أمام نادي الزمالك الحقيقة أنا بلعب فريق كبير جدا يعني عنده حلول باسم الله ما شاء الله يعني أنا في قط اللبس بأوري للجهاز الفني اللعيبة اللي في الملعب واللعيبة اللي برا حاجة تخد حاجة تخوف أي حد حاجة ترعب أي حد فريق محترم جدا فرقة أعلى مستوى في مصر وأنا شايف كده من وجهة نظري وأحسن لعيبة في مصر معهم شلة من ولاد النادي الكبار العظام جدا كن إن أنا أعمل ماتش بهذا الشكل مع نادي الزمالك وفرقة عظيمة زي نادي الزمالك أنا بشكر لعيبتي جدا على الأداء وعلى الاتزان النفسي إنه هما لما جيه فينه وجول ما فقدوش تركيزهم بدأوا يلعبوا بدأوا يسيطروا وضغطوا نادي الزمالك في نص الملعب أعتقد أن لنا فرص كتيرة جدا لنهاردة لنا أربع خمس فرص مؤكدين يمكن الزمالك ما وصلش النهاردة المرمان غير الكرة وخطأ أنا منبي عليه مئة مرة بس معلش كل الأهداف بتيجي عن أخطاء لكن أنا بشكر لعيبتي جدا على الأداء اللي عملوه على النتيجة اللي إحنا كنا عايزينها والحمد لله حققناهم والحمد لله بشكر الجهاز الفني كمان ده شكر كبير يعني كابل حلمي النهاردة لأنا الدفاع تميز النهاردة ياسر إبراهيم ومحمود عزة يعني أن نقول أن هما أدوا مباراة دفاعية جميلة بالإضافة للعيمن عشر في النهاردة ولكن يوا الخطأ الوحيد الهدف أنا ما بكلمش على خط الظهر كدفاع أنا بكلم على الفريق كدفاع كلم عن الفريق كله في التنظيم الدفاعي بتاعه واخد بال حضرتك ده اللي تكلم فيه لكن أنا ما بكلمش عن خطوط أنا بكلم على دفاع الفريق وده شيء محترم جدا اللي عملوه النهاردة بقالنا أسبوعين بنتمرن على هذا الشكل بقالنا أسبوعين بالحرف الواحد اللي حصل النهاردة أنا بشكر لعيبة بشكل كذلك تفوق حسن بولا على نفس النهارة الحمد لله كلهم أنا مش عايز أذكر حد لكن كله كان كويس النهاردة كله كان متألق النهاردة الحمد لله راضي عن لداء والنتيج الحمد لله الحمد لله أحمد ربنا على كل شيء سموحي أقترب من المربع زيانا؟ بإذن الله ربنا معانا بإذن بتوفير شكرا